ساحة لا توحي لا من قريب ولا من بعيد أنها ساحة جامعية في الكفرة يحكي هذا المكان مأساة إن عكست سلبا على طلابه قاعات دراسية أشبه ما يكون بأنها سجون ودورات مياه افتقدت لأبسط الإمكانيات بتكلم لك عن جامعة بحد ذاتها قضيهية اسمها جامعة لكن ما في الجامعة فهمتها كيف؟ قاعدين في صحرة مقر صحرة هو أصلا كان مقر أسكري وعندنا جامعة كانت قديمة وصار فيها الشبكات وصار فيها مشاكل جابونا حولونا هنا سنستمر في القراية لم يعد هؤلاء الطلاب وسيلة بعد أن عرضوا كافة طلباتهم على المسؤولين الذين غضوا السمع والبصر عن هذه المعاناة نحن نطلب من الفرع الرئيسي بنغازي يدعم الجامعة ويدعم الطلبة ويدعموا الاتحاد الطلبة حتى هو ونبو واحد يتكلم عن ظروفنا الصعبة لنعيشها في الوقت الرهن دورات المياه يبقى نصديح القاعات ما فيش قاعات الجامعة جي محاضرة يقول لك قاعات نكسات ما فيش قاعها مرة نطلب طالب ويدرونا مدرجات يديروا مكتبة عامة للطلبة حتى يقروا فيها حسن من وضع الطالب كيف يقعدوا كيف يجلسوا وين يقعدوا الأماكن توحتنا الآن مضايقوا فيهم يعني مش عارفوا وين يقعدوا هي صحراء كيف تشوف فيها صحراء قاحلة وبقيت جامعة الكفرة اسما فقط بعد أن عاش طلابها وموظفوها الإهمال والانتقال من مكان لآخر دون أن يحسب لها حساب فقد بات مستقبل هؤلاء الشباب تحت رحمة هذا المكان المتصحر منتظرين عسى أن ينظر مسؤول ما في مأساتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر